لنحو 13 عاما كان قيصر يعمل في الشرطة العسكرية بسوريا وظيفته معظم الوقت كانت التحقيق بمسرح الجريمة التقاط الصور حيث كان يأخذ صورا لصالح الشرطة توثق النشاطات الإجرامية المرتكبة لكن مع بداية الحرب الأهلية تغير عمله ليصبح التقاط صور للجثث التي تأتي من مراكز الاحتجاز للأشخاص الذين قتلوا في السجون وأخذوا لمستشفى عسكري ورغم أنني أعرف مكانه إلا أنه لا يمكن الإفصاح عن ذلك لأسباب عديدة هذه الجثث جلبت بالترتيب الذي تم فيه التقاط الصور وأعتقد أن ذلك لأسباب تعود إلى إظهار توثيق للحكومة والمسؤولين في النظام بأن الأوامر نفذت في حقيقة الأمر سيد جيفري بحسب علمك لمن تعود هذه الجثث؟ من كان هؤلاء الأشخاص؟ هل كانوا سجناء حرب أم كانوا معارضين سياسيين؟ هل يعرف قيصر منهم؟ لا، وكان واضحا بأنه لم يرى أبدا عملية إهدام أو تعذيب إذن كان يصور النتائج فقط صحيح، نحن لسنا على علم بحملهم أي إشارات تظهر أنهم كانوا رجالا في الخدمة لا يمكننا الذهاب أبعد من ذلك بطبيعة الحال لأن أغلب الجثث لم يغطها أي شكل من أشكال اللباس أو أي علامة أخرى من شانها أن تشير إلى ما إذا كانوا جنودا أم لا ماذا حدث للجثث بحسب ما قاله قيصر لكم؟ ما فهمناه هو أنه تم أخذهم من مكان لتصوير مقابر جماعية في منطقة ريفية قريبة حيث دفنوا فيها قاضيتم قادة في محاكم الأمم المتحدة هل يمكنكم أخذ هذه الأدلة للمحكمة؟ ماذا ستثبت هذه الأدلة؟ جرائم ضد الإنسانية أم جرائم حرب أكثر خطورة؟ هل تستطيع أن تتعلم أنها ستعلم حقاً حقاً حقاً؟ تخبرني ما يمكن أن تفعلها في حقاً حقاً؟ هذه جرائم ضد الإنسانية بالتأكيد ومن شأن هذه الأدلة دعم تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من دون أدنى شك لكن لا نملك حق اتخاذ القرار كل ما يسعنا القيام به هو تقييم الأدلة وتحديد ما إذا كانت المحكمة ستقبلها لأننا وصلنا إلى استنتاج مفاده أن منشقاً عرضها وهذه الأدلة مستقلة استناداً إلى الأدلة العلمية ونظراً إلى الأدلة ذاتها وأعتقد أن هذا ينطبق على زملائي أيضاً إنها أدلة دامرة بكل تأكيد أنا أدلة دامرة بكل تأكيد وأعتقد أن هذه الأدلة محكمة أيضاً أن هذه الأدلة محكمة أدلة محكمة أدلة ترجمة نانسي قنقر